هل اكتفى الاهلي بالمقترحات اللي قدمها للكاف؟ هل اكتفى الاهلي بخطابه للجنة الأولمبية؟ لا الاهلي كمان النهاردة وكواليس بقى في وزارة الشاوريادة أنا هقولها لحضراتكم دلوقتي في أخبار حصرية كالعادة الاهلي النهاردة كمان بيطلب من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي الأعلان عن نتيجة التحقيقات طيب هقرأ حراركم برضو الخبر ده لأنه لازم نكون حطين حراركم في الصورة أول بأول وحقول لحراراتكم كل الكواليس بعد ما أرى الخبر أرسل النادي خطابا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيه إعلان الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد والتي أمر بإجراءها وزير الرياضة الوقوف على كافة الملابسات الخاصة بأزمة خطاب تنظيم المبرارة النهائية لدور الأبطال وما جرى من اتحاد القرى المصري في هذا الشأن وتسبب في ضياء حق مصر قبل أن يضيع حق النادي الأهلي وذلك في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أشرف صبحي لنادي قبل أيام طيب تعالوا بقى بيبو إيه اللي بيحصل دلوقتي في وزارة الشباب والرياضة إحنا قلنا لحضراتكم كل التفاصيل على مدار الفترة اللي فاتت وقلنا أن في لجنة نزلة يوم الأربعة وخميس اللي فاته وكانت نزلة مخصوصة عشان مشكلة النادي الأهلي والبحث عن أصل خطابات الاتحاد الأفريقي واللجنة دي أنهت عملها بشكل رسمي الساعة أربعة يوم الخميس الساعة أربعة العصر يوم الخميس والتقرير بتاعها موجود على مكتب وزير الشباب والرياضة دلوقتي وموجود من يوم الخميس بالليل بعد ما عدى على المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة تمام؟ تمام بخلاف اللجنة التانية اللي تم تشكيلها بشكل رسمي اللي بدأت عملها في اتحاد المسل ريكورت القدم بخصوص تصرحات جمال علام ويعني لجنة للتفتيش المالي والإداري وقلنا لحرارتكم تفصيلها بشكل كامل طيب معالي الوزير دكتور أشرف صبحي كان أعلن في لقاء سابق في إحدى البرامج التلفزيونية إن الإسبوع اللي جاي اللي احنا فيه ده يعني حيتم الإعلان عن نتائج التحقيق اللي عملته اللجنة اللي أصدرت بعض التوصيات للوزير وقلنا لحرارتكم أبرز التوصيات دي التحويل لنيابة الإدارية لمسؤول بعينه داخل اتحاد المسل ريكورت القدم طيب فين وزير الشباب الرياضة؟ هقول لحرارتكم وزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي أول مبارح اللي هو السبت كان في مدينة بورسعيد بيفتتح بعض الانشاءات أو بعض المنشاءات وزيارة بعض مراكز الشباب هناك فبالتالي أول مبارح ما كانش موجود مبارح معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي كان في محافظة الوادي الجديد كان عنده برضو بعض المشاريع اللي كان بيفتتحها وبرضو يعني بعض الأمور اللي بتتعلق بمراكز الشباب وبعض الافتتاحات وكلام من ده كلام من هذا القبيل اللي أكيد دور مهم جدا من وزير الشباب الرياضة بيقوم بي طيب النهاردة احنا ايه؟ الاتنين وزير الشباب الرياضة مكانش موجود في الوزارة الصبح من المفترض ان السعر باعة تحديدا السعر باعة العصر كان بيدخل وزارة الشباب الرياضة عشان يباشر مهام عمله ومن المفترض اقول لكم من المفترض مش من المؤكد انه حيتم البحث بداية من النهاردة بخصوص توصيات اللجنة وتحقيقات والتفتيش اللي قامت به اللجنة اللي نزلت اتحاد القرى بخصوص موضوع الاهلي يوم الاربع خميس اللي فاته ومن المتوقع ان خلال بكرة او بعده اللي هو التلاتة او الاربع بالكتير قوي 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 يوم الخميس يتم الاعلان عن نتائج هذه التحقيقات وقرارات معالي الوزير الدكتور أشرف صبح بس هو من المفترض ان يكون قابل اليوم الخميس لكن دايما الدكتور أشرف صبحي بيحب يديل نفسه براح عشان يدرس كل الامور ويدرس التحقيقات اللي اتعاملت بشكل مكسف ومن ثم يأخذ القرار النهائي بخصوص هذه التحقيقات والتوصيات يعني توصيات مهمة ده اللي بيحصل اذا الوزير ما كانش موجود مبارح واول في الوزارة بسبب الزيارات اللي كان بيقوم بيها في برسعيد ومحافظة الوادي الجديد النهاردة دخل الوزارة الساعة 4 أو 4.5 تحديدا ومفروض انه حيتم دراسة ما جرى من تحقيقات وتفتيشات على اتحاد المصري بخصوص كتاب نهائي دوري أبطال أفريقيا واخفاءه من قبل اتحاد المصري او مش اخفاءه التلاعب به قبل ارساله لوزارة الشباب والرياض